قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم العقوبات المرتقبة ضد الجزائر في حال عدم استجابتها لشرط المغرب عاجل أول تصريح لنصير مزره بعد إصابته بمرض في القلب وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية تمسح إنجازات المغرب من تاريخ الشن والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار العقوبات المرتقبة ضد الجزائر في حال عدم استجابتها لشرط المغرب كشفت تقارير إعلامي أنه في حال لم تستجب الجزائر لشرط المغرب باستماح لطائرة المنتخب الوطني بالسفر مباشرة من مطار رباطسالة إلى قسطنطينا ستتعرض الجار الشرقي إلى أربع عقوبات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ووضحت صحيفة الأحداث المغربية أن الكاف ستقوم بتغريم الجزائر أربعمائة ألف دولار لرفضها الاستجابة لشرط الجامعة المالكية المغربية لكرة القدم القاضية بالسماح للمنتخب الوطني بالسفر مباشرة إلى قسطنطينا للمشاركة بكأس إفريقية للمحليين إلى جانب حرمانها من الترشح لاستضافة أي مسابقة تنظمها الكنفيدرالي الإفريقي لخمس سنوات وعدم السماح للأندية المحلية بالمشاركة بدور أطال أفريقيا وكأس الكاف لسنتين متتاليتين مع تعهد بعدم تكرار تدخل السياسة في الرياضة لتفادي مضاعفات العقوبات مستقبلا وتحاول الكاف الضغط على الجزائر للسماح لطائرة المنتخب الوطني بالسفر مباشرة إلى قسطنطينا دون الحاجة إلى المرور عبر تونس لتفادي انسحاب النخبة المغربية من الشان وذلك لرغبته في استثمار الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني بالمونديال لإنجاح كأس أفريقيا للمحالين بسبب تخوفها من تراجع مستشهرين عن دعم ومساندة النسخة الحالية من الشان في حال انسحاب المنتخب الوطني عاجل أول تصريح لنصير مزرعو بعد إصابته بمرض في القلب نشر الدولي المغرب نصير مزرعو تدوينة عبر حسابات رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وجه فيها الشكر إلى كل من سنده في ظل الوعكة الصحية التي يعني منها حاليا والنجم عن إصابته بفيروس كورونا في نهائية كأس العالم وقال الظاهر الأيمن لفريق بارم يونيخ أشكركم يا رفاق على كل رسائل وما أبديتموه من قلق لقد تبتت إصابتي بكوفيد 19 خلال كأس العالم في دجنبر لكن الحمد لله يمكن أن يكون الأمر أسوأ دائما أراكم جميعا قريبا ومن المنتظر أن يغيب اللاعب عن الميادين لحوالي الستة أسابيع بعد معانته من مضاعفات على مستواغش القلب إطرى إصابته بالفيروس الترجي يذكر أن مزراوي انضم إلى بايرم يونيخ الألماني في الميركات الصيف الفاريط في انتقال حر عقب انتهاء عقده مع آياكس الهولندي وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية تمسح إنجازات المغرب من تاريخ الشان قبل أسبوع عن انطلاق مسابقة كأس أمم إفريقية لكرة القدم استحضرت وكالة الأنباء الرسمية لنظام الجزائرية تاريخ المسابقة ولحسن الحظ فإن المغرب البلد الأكثر تتويجا ونجاحا والمضيف للنسخة 2018 لم يتم ذكره أبدا ويبدو أن مدير الإعلام الجزائري للقطب العام قد تعلم الدرس جيدا بعد قضية شابا لوناكيل المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتلفزيون الجزائرية الذي تم ترضه بطريقة غير أخلاقية من قبل نظام الكابرانت ودنبه الوحيد أنه سمح بالإعلان في الأخبار الرسمية وفي وقت الدروة حيث تم الإعلان عن التأهل التاريخية للمنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي مونديا القطر في 2022 وعقب طرد الإعلام الجزائرية صار كل المسؤولين عن الإعلام في الجارة الشرقية لبلادنا يدركون أن ذكر الإنجازات المغربية المبهرة مهما كان نوعها يعد جريمة في عرف النظام العسكري الجزائري وأن استخدام الأكاديب والحديث بشكل سلبي عن المملكة المجاورة يعد أمرا إيجابيا ينال الكثير من المدح والتقدير من الطغمة الحكيمة في الجزائر وكرتت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية تجاه للإنجازات الرياضية المغربية بعدما عمدت إلى نشر مقال بعنوان الشان من الكوديفور إلى الجزائر رحلة طويلة من المنافسات المحلية نشر يوم أمس الجمعة السادس من يناير 2023 وقبل أسبوع من انطلاق بطولة أمم أفريقي للمحليين والتي تتصدفها الملاعب الجزائرية في الفترة من الثالث عشر من الشهر الجارية إلى غاية الرابع من فابره القادم وفي المقال المذكور الذي يرصد تفاصيل المسابقة الأفريقية وسجلها والدول المضيفة السابقة وكذلك اللاعبين الذين تألقوا في مختلف النسخ لم يرد ذكر لأسماء المغرب وأصد الأطلس والكعب والرحيمية ورغم أن بلادنا نظمت وفازت بنسخة 2018 قبل أن تضف لقبا جديدا إلى رقمها القياسية بفوزها بالنسخة الأخيرة في الكاميرون وهكذا فإن المغرب يشترك مع جمهورية كونغو الديمقراطية كأكثر بلدين تتويجا في تاريخ المسابقة القارية المذكورة متقدمين على تونس وليبيا وخصصت وكالة الأنباء الجزائري حيزا كبيرا للعبين الذين تركوا بصماتهم في تاريخ الشان وكتبت الجزائري هلالا السودان والتونسي يوسف المساكن والمالي إيفا بصومة والإفواريا وسيرج ناقيسان تألقوا جمعهم في تاريخ المسابقة وتجهلت المهاجم أيوب الكعبي أفضل هداف في تاريخ المسابقة بـ 12 هدفا والسوفيان رحم أفضل لاعب وأفضل هداف في النسخة الكاميرون عام 2020 أو حتى يحيي عقية الله الذي تألق في بطولة الشان قبل المشاركة في ملحمة الأصود في مونديال قطر هذا الإغفال ليس مفاجئا على الإطلاق عندما نعلم أن المجلس العسكري تجاهل الإنجاز التاريخي لأبناء والدرقراغي في المونديال علما أن نظام الكبرانات يتولى الرئاسة الدورية لجميع الدول العربية وكان من المفترض أن يكون أول بلد يهني أجاره العربي والإفريقي الإعلان عن أن المغرب أصبح أول دولة إفريقية وعربية تصعد إلى دور الأربعة في كأس العالم كان بالتأكيد كابوسا للطغمة الحاكمة في الجزائر التي لم تتردد في التضحية برئيس التلفزيون الرسمية لذا فإن تذكيرها بتفوق الأصود في المنافسة التي ستصدفها بلادها في أقل من أسبوع قد يتسبب في حدوث زلزال في وكلة الأنباء الجزائرية لهم ليس هناك شك في أن وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية قد تجاوزت تلك الموجودة في كوريا الشمالية في فضاعتها حتى في المجال الرياضي وصار اسم المغرب محضورا في وسائل الإعلام الجزائرية ما أدى إلى ظهور قصص سيريالية مبتورا قبل البداية لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لكي تصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم العقوبات المرتقبة ضد الجزائر في حال عدم استجابتها لشرط المغرب عاجل أول تصرح لنصير مزره بعد إصابته بمرض في القلب وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية تمسح إنجازات المغرب من تاريخ الشن والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحدك توصل بجديد الأخبار قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار